مرحباً بكم في قناتنا اليوم سنتحدث عن موضوع مثير للاهتمام وهو كلاب كشف المخدرات هل تسألت يوماً كيف تتمكن هذه الكلاب من اكتشاف المواد المخدرة المخفية بإحكام في المطارات أو الموانئ أو حتى بين الأمتعة؟ وهل صحيح أن هذه الكلاب تجبر على الإدمان لتتمكن من أداء مهمتها؟ في هذا الفيديو سنأخذكم في رحلة شيقة نكشف فيها كل التفاصيل عن كيفية تدريب هذه الكلاب وكيف تعمل ولماذا لا يمكن أن تكون مدمنة؟ فابقوا معنا لطالما أثارت كلاب كشف المخدرات إعجابنا بقدرتها الفائقة على اكتشاف المواد المخدرة المخفية سواء في الحقائب أو السيارات أو حتى بين الطرود هذه الكلاب تعتبر جزءاً أساسياً من الجهود الأمنية لمكافحة التهريب ولكن مع انتشارها في عمليات التفتيش الأمني ظهرت بعض الشائعات التي تدعي أن هذه الكلاب تجبر على الإدمان لتتمكن من البحث عن المخدرات فهل هذا صحيح؟ دعونا نتعمق في الموضوع ونكتشف الحقيقة الاعتقاد بأن كلاب كشف المخدرات تجبر على الإدمان هو مفهوم خاطئ تماماً في الواقع تعتمد عملية تدريب هذه الكلاب على أساليب علمية متطورة تعتمد على التعزيز الإيجابي وليس على تعريضها للإدمان أو الخطر الكلاب لا تبحث عن المخدرات لأنها تحتاجها بل لأنها تتوقع الحصول على مكافأة عندما تجدها هذه المكافأة قد تكون لعبة مفضلة أو قطعة لحم أو حتى مدحاً من المدرب الفكرة هنا هي أن الكلب يربط بين العثور على المخدرات والشعور بالإنجاز والسعادة كيف يتم تدريب كلاب كشف المخدرات؟ تمر عملية تدريب كلاب كشف المخدرات بعدة مراحل متكاملة لضمان أفضل أداء دون الإضرار بصحة الكلب أو سلامته إليكم التفاصيل الكاملة لهذه المراحل اختيار الكلاب المناسبة ليس كل كلب قادر على أن يصبح كلب كشف مخدرات يتم اختيار الكلاب التي تتمتع بحاسة شم قوية مثل الراعي الألماني، اللابرادور، المالينو البلجيكي والكوكر سبانييل بالإضافة إلى ذلك تفضل الكلاب التي تمتلك مستوى عال من الطاقة والحماس لأنها ستكون قادرة على العمل لساعات طويلة دون فقدان التركيز بناء العلاقة مع المدرب قبل أن يبدأ التدريب الفعلي يقضي المدرب وقتاً طويلاً مع الكلب لبناء علاقة قوية تقوم على الثقة والتعاون خلال هذه الفترة يتعلم الكلب أساسيات الطاعة مثل الجلوس، التوقف والاستجابة للأوامر الصوتية والإشارات هذه الخطوة مهمة جداً لأنها تعزز التواصل بين الكلب والمدرب تعريف الكلب على رائحة المخدرات بعد أن يتم بناء العلاقة بين الكلب والمدرب تبدأ المرحلة الأهم وهي تعريف الكلب على رائحة المخدرات يتم تعريض الكلب لرائحة المخدرات بشكل متكرر دون السماح له بلمسها أو استهلاكها تستخدم عينات حقيقية أو مواد تحاكي رائحة المخدرات لضمان دقة التدريب يتم وضع هذه العينات في أماكن مختلفة مثل الحقائب، السيارات أو بين الصناديق لإعتاد الكلب على البحث عنها التحفيز بالمكافآت عندما يعثر الكلب على المخدرات، يحصل على مكافأة مثل كرته المفضلة، قطعة لحم أو لعبة خاصة به هذا يجعل الكلب يربط العثور على المخدرات بالحصول على المكافأة وليس لأنه بحاجة فعلية إلى المادة المخدرة هذه الطريقة تعرف بالتعزيز الإيجابي وهي أكثر فعالية من أي وسيلة أخرى التدريب في بيئات حقيقية بعد أن يتقن الكلب البحث عن المخدرات في بيئة تدريبية يتم تعريضه لبيئات مشابهة لما ستواجهه في العمل مثل المطارات، الحدود أو عمليات تفتيش السيارات الهدف هنا هو تدريب الكلب على التكيف مع الضوضاء الروائح المختلفة والتحديات الميدانية التي قد يواجهها في الواقع واختبارات الأداء والتقييم المستمر تخضع الكلاب لاختبارات دورية للتأكد من قدرتها على التعرف على المخدرات بدقة عالية إذا لاحظ المدرب تراجعاً في الأداء، يتم إعادة تدريب الكلب لتحسين مهاراته هذه الاختبارات تعتبر جزءاً أساسياً من عملية التدريب لضمان استمرارية الكفاءة لماذا لا يمكن جعل الكلاب مدمنة؟ هناك عدة أسباب تجعل من المستحيل أن تعتمد الجهات الأمنية على تعويض الكلاب على الإدمان كوسيلة للكشف عن المخدرات الإدمان يؤثر سلباً على صحة الكلب الكلاب المدمنة ستعاني من مشاكل صحية وسلوكية تجعلها غير قادرة على أداء عملها بكفاءة الإدمان قد يؤدي إلى تدهور في الحالة الجسدية والنفسية للكلب الإدمان يقلل من التركيز والأداء الكلب المدمن سيصبح ضعيفاً وغير قادر على تتبع الروائح بدقة مما يؤدي إلى أخطاء في الكشف هذا يتعارض مع الهدف الأساسي من استخدام الكلاب في العمليات الأمنية الإدمان يؤدي إلى اعتماد دائم إذا كان الكلب يحتاج إلى المخدرات ليعمل فكيف سيتم التحكم في سلوكه؟ هذا سيجعل الكلب غير موثوق به في العمليات الأمنية التدريب على التعزيز الإيجابي أكثر فعالية التجارب أثبتت أن الكلاب تستجيب بشكل أفضل عندما تبحث عن مكافأتها وليس بدافع الحاجة إلى المخدرات هذه الطريقة تضمن استمرارية الأداء دون الإضرار بصحة الكلب الخلاصة كلاب كشف المخدرات هي أدوات أمنية فعالة تعتمد على تدريب متخصص يعزز قدراتها الطبيعية دون تعريضها لأي أذى الشائعات التي تقول إنها تجبر على الإدمان لا أساس لها من الصحة هذه الكلاب تعمل بفضل تدريب دقيق يعتمد على التحفيز والمكافأة مما يجعلها قادرة على أداء مهامها بكفاءة عالية لذا في المرة القادمة التي ترى فيها كلبا في المطار أو على الحدود تذكر أنه لا يبحث عن المخدرات لأنه مدمن بل لأنه يلعب لعبته المفضلة ويحاول الفوز بجائزته نهاية الفيديو إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة لمزيد من المحتوى الممتع والمفيد شاركنا برأيك في التعليقات هل كنت تعرف هذه المعلومات عن كلاب كشف المخدرات؟ وهل لديك أي أسئلة أخرى عن كيفية عملها؟ شكرا للمشاهدة وإلى لقاء في فيديو جديد